مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم بقانون بشان إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبيرة يعد خطوة أخرى في سياق خطط إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زيزال الحوز ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس لتأهيل منطقة الحوز من خلال إنجاز مشاريع كبيرة تمتد على خمس سنوات نحن أمام برنامج هادة أعمار يلتقي في عدد كبير من الفرقاء وعدد كبير من الشركاء من أجل إتمام كل هذه العمليات وكل هذه المشاريع وبالتالي كان لزمن أن تكون هناك مؤسسة وأن تكون هناك سلطة لتشرف على التقائية كل هذه المشاريع والتنصيق بين كل هؤلاء الفرقاء ثم من جهة أخرى كان لزمن أن يكون أيضا هناك شكل مؤسساتي يمكن من تتبع سير هذه المشاريع ورفع المعطيات المتعلقة بنسب تقدم الأشغال والإشراف على أن هذه الأشغال وهذه المشاريع سوف تحترم كل ما سبق وأن ورد في البلاغ الملكي بخصوص مراعاة خصوصية المنطقة وتحويل برامج إعادة الإعمار إلى برامج تنمية شاملة للمنطقة وكالة تنمية الأطلس الكبير مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالية وسيعهد إليها بالإشراف على تنفيذ برامج تأهيل منطقة الحوز في جميع الميادين ومن أجل ضمان نجاح دور هذه المؤسسة يتضمن مشروع القانون مجموعة تمن نقطة ضيات تهم تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة هذه الوكالة يعني أنه اليوم عندما نتحدث عن ميزانية تقدر ب120 مليار درهم أظن بأنه هي تحتاج إلى تسيير وهذا التسيير لن يكون اعتباطيا يجب أن يوكل إلى وكالة هذه الوكالة يعني لنا تجارب وهذا ما يجب التأكيد عليه لأننا لدينا مجموعة من التجارب هناك وكالة تنمية أقالم الشمال هناك كذلك يعني وكالة مختصة يعني في الجنوب كما أنه حتى في الرباط والضرب إذن لنا تجربة في هذا المجال أنه يكون هناك مجموعة من البرامج مسطرة وبالتالي فنحن في حاجة إلى وكالة تقوم بالسعر على إنجاز هذه المشاريع ووفق صلاحيات وكالة تنمية الأطلس الكبيرة ستقوم الوكالة بإنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط يعيش الساكنة والإعمار يعني أو التعمير دير هذا المناطق هو يعني بالتعقب ويعني ماشي بسهولة لأنه محتاج للتصريح محتاج يعني العقار اللازم محتاج المجموعة يعني من الأمور الهندسية والفنية والمعمارية اللي لازم تراعها وهذا اللي ادعا له جلالة المالي كل اليوم حتى يعني بالمهام الوكالة هو أنها ادرنا واحدة إعادة بناء المساكن وإعادة هي البنية التحتية ولكن في احترام ديال البعد البيئي وكذلك تراث والتقافة المتفردة ديال المنطقة وكذلك احترام حتى ذلك الأساليب ديال العيش ديال الساكنة ديال المنطقة وهذه يعني من المهام الكبرى ديال هات المنطقة ويتمثل الجانب الأبرز في عمل الوكالة خلال السنوات المقبلة في إنجاز منشآت سكنية تخضع لضوابط ومعاير البناء المقاوم للزلازل إضافة إلى إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة موسيقى